أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربيين توقيف الأشخاص الذين قاموا بتصرفات فردية قبل أيام مثلت إساءة للعراق الشقيق مشددا على أنه ستتم محاكمتهم وفقا للأطر القانونية فخلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي شدد الصفض على أن الأردن حريص على علاقاته مع العراق الشقيق ويرفض أي إساءة له وأن المملكة دولة قانون تطبق القانون على كل من يخرقه مثل ما أكد الجعفري أن العراق يريد أفضل العلاقات مع الأردن ويبادله الموقف ذاته ولا يقبل أي إساءة له واتفق الطرفان على أن العلاقة بين البلدين أقوى من أن تتأثر بتصرفات فردية مرفوضة ومدانة ولا تمثل إلا من قام بها